لم يمر ليل السبت 30 أيلول بسلام على منطقة اللبوي في البقاع الشمالي حيث قضى الشاب نجيب أحمد رباح ابن الـ 22 ربيعا برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني ما أثار غضبا عارما في المنطقة تطور نهار الأحد إلى مواجهات بين أهالي اللبوي والجيش اللبناني الذي حضرت آلياته لفتح الطريق وضبط الوضع إلى أن تم فتح الطريق عبر القوة الضاربة وذلك لتزام مرور موكب رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون والنائب جبران باسيل من المكان بعد جولة في البقاع الشمالي الحادثة بدأت عندما مرت سيارة من نواكية يقودها شخص من آل المولى ومعه نجيب رباح وصديقيهما في بلة العين حيث تفاجأ المولى بحاجز سيار للجيش ولم يمتثل لأمر التوقف وأكمل سيره وذلك بسبب حيازته على قطعة سلاح في السيارة ما دفع بعناصر الدورية لمطاردة السيارة عبر دراجات نارية وأطلق النار عليها ما أدى إلى إصابة نجيب رباح بطلق ناري في ظهره ليكمل المولى سيره وصولا إلى سلاحة اللبوي حيث توقف ونزل من السيارة مناشدا العناصر بأن أحدهم قد أصيب إلا أن أحد العناصر شتم المولى والمصاب وأطلق النار على قدمي المولى وبحسب بيان عشيرة آل رباح تم نقل الشبان إلى أحد المراكز العسكرية وبقيت جثة نجيب داخل السيارة حيث تعرضت للضرب بأعقاب البناضق وسحلها بالرينجر إلى أن نقل بالسيارة إلى مستشفى العاصي تشير مصادر خاصة لسبوتشوت بأن عائلة الفقيد نجيب وهو بالمناسبة عسكري صابق رفضت استلام جثة ابنها وتقبل التعازي قبل الاقتصاص من القاتل وحملت المسئولية لآمر الدورية الضابط إبراهيم اليوسف وعائلته وفي الصياق علم سبوتشوت أن الضابط المسئول عن الدورية سمع يقول بعد الحادثة للعنصر الذي أطلق النار الله لا يوفقك خربتل لبيته مع اشتداد الاحتقال ومواجهة الأهالي للجيش وألياته تدخل عدد من مسئولي حزب الله من الرباح لتهديئة النفوس وإقناع العائلة بتشيع فقيدها حيث تم استلامه وتشيعه صباح الاثنين ملفوفا بعلم الحزب وبحضور عدد من مسئولي الحزب وحشد من أهالي البلدة وذلك بعد تواصل مسئولي حزب الله مع الجيش لعدم تواجد أي من عناصر الجيش وألياته أثناء التشيع وتشير مصادر سبوتشوت إلى أن التحقيق جار مع الضابط المسئول عن الدورية والعنصر الذي أطلق النار والصائق من آل المولى بإشارة من المحكمة العسكرية عائلة الفقيد الغاضبة تنتظر اليوم أن يأخذ القانون مجراه وإلا ستأخذ حقها بيدها بحسب ما يردد أفرادها ترجمة نانسي قنقر